كما وصلنا هذا الخبر للتو خلال إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة قامت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بزيارة إلى مستشفى معالجة سرطان الأطفال وجمعية آل ياسر بالقاهرة الحبيب حامد وتفاصيل هذه الزيارة إقامة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في مدينة القاهرة العاصمة المصرية كانت حافلة بالنشاطات فبعد مستشفى الجلال العسكري للطب الأطفال قام سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو برفقة سيدة مصر الأولى انتصار السيسي بزيارة إلى مدرسة آل ياسر للأيتام ومدرسة آل ياسر تابعة لمؤسسة آل ياسر لرعاية الأيتام والمسنين وقد استقبلت استقبالا حارا من قبل المسؤولين هناك الزيارة بدأت بعرض فيلم تزيلي وشروح توضحي عن المؤسسة أي مؤسسة آل ياسر ومن ثم قام سيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو ونظرتها انتصار السيسي بتفقد أقسام ملجأ الأيتام ودار المسنين موسيقى 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 أما زيارتها الثانية وفي نفس اليوم كانت في مستشفى 57-57 الخاصة بمعالي السرطان الأطفال وهناك كان في مقدمة مستقبلها وزير الصحة المصري البروفيسير أحمد عماد الدين ونخبة من الأطباء المصريين سيدة البلاد الأولى كانت في زيارتها هذه برفقة أعضاء المكتب التنفيذي لمؤسسة القلب الكبير وفي قاعة الاجتماعات بالمستشفى وعدل سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو والوفد المرافق لها استقبالا حارا منقطع النظير تم في عزف النشيدين المصري والشادي اشتركوا في القناة وبعدها قدم مدير المستشفى كلمة ضافي عن خطوات التأسيس ومن ثم شكر سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على زيارتها ومن ثم قدم وزير الصحة المصري البروفيسير أحمد عماد الدين كلمة تنهي الأخرى تشيد بجهود سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وفي الختام أعطى لمؤسسة القلب الكبير منحة للتدريب 10 أطباء شاديين كل عام كما قدم سيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو كلمة في هذه المناسبة أشادت فيه بالدور الحكومة المصرية في الاهتمام بالصحة وقالت أنا ممنونة جدا لهذا الإنجاز العظيم وبالفعل أنا اليوم في بلاد الفراعنة بلاد الإهرامة وبعد مراسم الاستقبال تم عرض فيلم تسجيل عن المستشفى وعقب ذلك قام سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بزيارة كل أقسام المستشفى والمعامل ودور المرضى كما قامت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بزيارة إلى جامعة الأزهر الشريف والتقت من خلالها بشيخ الأزهر دكتور طيب أحمد الحبيب حامد وتفاصيل وفي صباح يوم الاثنين يوم أمس قامت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بزيارة إلى جامعة الأزهر الشريف وتندرج زيارة سيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو والوفد المرافق لها لجامعة الأزهر الشريف في إطار التعاون والشراكة القائمة بين جامعة الأزهر ومؤسسة القلب الكبير عبر البيعسات التعليمية والقوافل الطبية التي يقوم بها الأزهر الشريف وآخرها قافلة أطباء الأزهر في مدينة أبشة حاضرة إقليم والدائي وزيارة سيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو أيضا تعتبر زيارة شكر وعرفان لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والذي بزل جهودا من أجل شاد ومن أجل مؤسسة القلب الكبير وخلال المقابلة قدم سيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو كل الشكر والتقدير والعرفان لعلماء الأزهر الشريف ولأطبائها الذين جوا إلى شاد بقافلاتهم الطبية الدكتور أحمد الطيب ثمن جهود سيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو في مساعيها الحميدة من أجل مساعدة المحتاجين وأكد على أن الأزهر الشريف سيرسل قوافل أخرى من أجل الشادين كما أعطى لمؤسسة القلب الكبير 11 منحة دراسية في مختلف التخصصات العلمية هذا جانب الطب والشريعة والهندسة وعلم أخرى وبهذا سيصل عدد المنح الدراسية الأزهرية إلى تشاد إلى ثلاثين منحة دراسية كل عام وأكد شيخ الأزهر أيضا بأنهم يجهزون الآن قافلة أخرى خلال أشهر القادمة إلى تشاد ونبقى بالعاصمة المصرية القاهرة حيث شاركت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في افتتاح أعمال الدورة الرابعة لمؤسسة مبروك للأعمال الخيرية بجانب نظرتها السيدة الأولى الحبيب حامد انتلقت صباح اليوم بمدينة القاهرة العاصمة المصرية أعمال الدورة العادية رقم أربعة لمؤسسة ميرك للخدمات الإنسانية وبدعوة الرسمية من المؤسسة شاركت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو جانب نظرتها السيدات الأولى في أفريقيا في أعمال هذه الدورة والتي تناقش مشاق الأمراض العقم والصرطان وغيرها ومؤسسة ميرك رفعت هذه المرة شعارك ميرك أفريكا أسيا والغرض من ذلك هو تضافر الجهود الأساوية والأفريقية من أجل رفع تحديات الأوبئة ومساعدة المحتاجين وخاصة المرأة وجانب سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو شاركت كل من جامبيا غينيا ناميبيا الناجر وافريقيا الوسطى بدأت أعمال المؤتمر بكلمة قدمتها سيدة راشا جليد رحبت بسيدات الأول في أفريقيا وكل الحاضرين وشرعت أهداف المؤسسة التي تسعي لرفع مستوى المعيشة للتبقات الضعيفة في القارة السمرة وتم عرض فيلم تزييلية عن المؤسسة ميرك وخدمتها في عدد من الدول الأفريقية كلمات عديدة قدمت بينها كلمة سيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو والتي رحبت في كلمتها بسيدة مصر الأولى انتصار السيسي وسلطات المصرية ولكل من أسهم في نجاح هذا المؤتمر وعرضت اهتمام الحكومة الشادية في صحة المواطن الشادي وقالت أن مشكلة العقم والسرطان هو شأن الجميع ويجب على التبقات والمسؤولين وأصحاب القرار في القارة السمرة رفع هذا التحدي الكبير ومن ثم تم أغز صورة جماعية جمعت كل سيدات الأول في أفريقيا ومسؤولي مؤسسة مارك ومن جديد بالذكر أن مؤسسة مارك هي مؤسسة تقوم بالعمل الخيرية وتابعة لشركة صناعات الصيدلانية الهندية مارك كما عقدت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو جلسة عمل مع المدير التنفيذي لشركة المقاولون العرب قطاع أفريقيا وعضاء مؤسسة مارك حبيب حامد والمزيد وفي صباح يوم أمس أقدت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو جلسات عمل مكثفة مع مدير قطاع أفريقيا لمؤسسة مارك الدكتورة راشا جليد في محل إقامتها بفندق دوست تاني المقابلة كانت بحضور وزيرة الصحة العامة سيدا جربتنا كارميل سوكات والأمين العامة لمؤسسة القلب الكبير سيدة ديلا لوسيان وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسستين مارك والقلب الكبير وجلسة العمل هذه تطرقت إلى العديد من القضايا والتعاون المشترك بين مؤسسة مارك ومؤسسة القلب الكبير التي تترأسها سيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو وتم في اللقاء أيضا التطرق إلى محاربة الأمراض والأوبئة كالسرطان والعقم في شاد عبر مؤسسة القلب الكبير ومؤسسة مارك وستعمل المؤسستين على تضافر الجهود من أجل مساعدة المحتاجين في شاد أتكلمنا على الستراتيجيز والطريقة البلاء التخطيط أننا نعمل إكسيكيوشن لكل البرامج الخيرية التي نعملها في أفريكا تكون في جمهورية شاد طبعا أهم برنامج كان برنامج اللي هو بتاع السرطان وعلاج السرطان وإزاي نحن نقدر نعمل تدريب لدكاترة الجداد والدكاترة الشباب أنهم يروحوا الهند والسكندرية في مصر وكمان يروحوا كينيا عشان ياخدوا سنة تدريب عشان يبقوا يعني طباء متخصصين في علاج السرطان ده حاجة مهمة جدا اتكلمنا كمانا عن حاجة مهمة جدا هي العقم وإزاي نحن نتخلص من التبوء أو الاستيجما بتاعة العقم وإزاي نحن نحاول نعمل تدعيم أو دعم لسيدات اللي هم دايما مسؤولين بيعتبروا مسؤولين من الكميونيتي وأكدت سيدة راشا جليد بأن مؤسستها ستقف يدا بيد مع مساسد القلب الكبير بسعيها الدؤوب من أجل مساعدة المرضى والمحتاجين في تشاد أما المقابلة الثانية فكانت مع المدير العام لشركة المقاولين العرب قطاع أفريقيا وتترق اللقاء حول تعزيز العلاقات بين القطاع الصحي لشركة المقاولين العرب ومؤسسة القلب الكبير وخاصة في القطاعات الصحية وإمكانية تنظيم قوافل الطبية إلى تشاد وكذلك إمكانية تدريب الأطباء التشادين في المركز الصحي للمقاولين العرب